وفادت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية انتشال حطام المنطاد للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنس الصبار أنس هل من التفاصيل حول طريقة إسقاط هذا المنطاد ونحن نشاهد ربما الصور التي توضح ربما جانب من عملية هذا الإسقاط نعم حتى الآن لم يتحدث البنتاجون عن تفاصيل هذه العملية بينما ينزل ويسقط هذا المنطاد من السماء لكن مراقبين وخبراء يقولون أن طائرات F-15 حلقت في محيط هذا المنطاد عندما كان يحلق فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية وبالتالي قد يكون الأمر مرجحا بأن صواريخ من طائرات F-15 استهدفت على الأقل هذا المنطاد أو ربما بأسلحة أقل أو أخف لن تكون ثقيلة أو صواريخ لإسقاط هذا المنطاد أيضا بعض المعلقين تحدثوا عن الصور التي نشرت وقالوا أن الجزء الكبير الجزء الصلب الذي يحتوي على الكاميرات وربما المعدات والأجهزة التي كان يحملها هذا المنطاد سقطت أولا قبل أن يسقط البالون الذي يحملها وبالتالي فإن عملية استعادة الحطام قد تكون صعبة بالنظر إلى أن سقوط هذه الأجهزة في الماء والتي قيل بأن حجمها يقدر بحجم ثلاث حافلات قد يؤدي إلى تحطمها وربما يجعلنا صعب بمكان الحصول على معلومات أو بيانات كانت تحملها هذه الأجهزة إلا إذا كانت هناك خطة أخرى حدثت ولم يشاهدها الجميع على شاشات التلفزة التي هنا في الولايات المتحدة تتابع الأمر منذ ساعات الصباح الأولى لكن بكل الأحوال إسقاطه كان متأخرا وفقا للجمهوريين ووفقا لوسائل الإعلام المحافظة آخرون يجادلون بأن إسقاطه بهذه الطريقة وحجمه الكبير كان قرارا صائبا بأن يكون في المحيط الأطلسي بعد مغادرته البر الأمريكي بالنظر إلى الخطر الذي كان من الممكن أن يمثله عند سقوطه على الأرض الآن ربما إسقاطه وبعد ذلك حصول البنتاجون على بعض المعلومات سيفرض مجموعة من التساؤلات كما أنه سيقدم إجابات للأمريكيين عن المهمة التي أرسل لأجلها هذا المنطاد وهل تم انحرف عن مساره وكان لأغراض البحث الجوي كما قالت الصين أم أن الأمر يتعلق بغير ذلك أيضا يعيد فتح الباب أمام عمليات التجسس أو حرب التجسس بين الولايات المتحدة والصين تساؤلات كثيرة عن طبيعة العمليات التي تجريها الصين إذا كان هذا المنطاد مرئيا وقد تابعه الكثيرون فكم من العمليات التي تجري دون أن يعلم الأمريكيون بحدوثها خاصة وأن الأمر يتعلق بمنشآت عسكرية وقواعد جوية كتلك التي مر من فوقها المنطاد في ولاية منتان الشمال الغربي الولايات المتحدة هذه التساؤلات وأيضا المسار الدبلوماسي وملف الصراع الصيني الأمريكي بمجمله وكم من العمليات التي تجري دون أن يعلم الأمريكيون بحدوثها خاصة وأن الأمر يتعلق بمنشآت عسكرية وقواعد جوية كتلك التي مر من فوقها المنطاد في ولاية منتان الشمال الغربي الولايات المتحدة هذه التساؤلات وأيضا المسار الدبلوماسي وملف الصراع الصيني الأمريكي بمجمله أيضا سيعيد فتحه لكن هذه المرة على أرضية مختلفة وإن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي أجل زيارته لبكين إنه يعمل في أن تحافظ الولايات المتحدة والصين على خطوط الاتصال مفتوحة بينهما لتجنب أي تصعيد محتمل يبدو أنه قد يحدث في أي لحظة وفي أي مكان بالنظر إلى الانتشار الكبير والنفوذ الواسع لهتين الدولتين